موسيقى مساء الخير على مشاهدينا ومتابعين الكرام براحب بحضركوا حلقة جديدة من صحافة الغد هذا البنامج اللي بنصارت فيه أهم المنشتات في الصحف والمجلات المصرية وصحيفة اليوم هتكون المصري اليوم وبيستهدني أن يكون معايا للقراءة والتحليل أستاذ أكرم عبد الرحيم وهو الكاتب الصحفي بجريدة المصر اليوم مساء الخير يا فن براحب بحضرتك أهلا بيك يا أستاذ ياسمين ومشاهدين أهلا بيك خلونا نبدأ من العدد الجديد من المصر اليوم من الصفحة رقم 5 وبنطالع تقرير عن نشاط رئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا تعزيز العلاقات ما بين مصر وروسيا بنقرأ معا زيارة السيسي مستوى متميز من العلاقات بين مصر وروسيا وهيئة الاستعلامات بتقول حفاوة بلغة بزيارة الرئيس واهتمام إعلامي واسع طبعا يهمني أننا أتحدث عن نتائج هذه الزيارة هي زيارة استغراغة يعني 3 يام هي زيارة رسمية لروسيا العديد من الملفات الكبرى فيهمني أننا أتكلم عن نتائج هذه الزيارة أولا العلاقات اللي بيننا وبين روسيا ولا شهرة روسيا فقط ولكن مع معظم دول العالم اللي بدأها الرئيس السيسي الانفتاح على العديد من الدول اللي هما بيحققوا اشتراكة كبيرة جدا مع مصر الجديدة أو مصر الحديثة العلاقات المصرية الروسية بدأت 43 ثم سنة 48 حصل أول شراكة ما بين مصر وبين روسيا في استيراد أخشاب روسية مقابل القطن المصري عشان نعرف أن القطن المصري متميز من زمان ثم دخلت معانا روسيا وطبعا كانت من المهنئين بصورة 1952 وساعدت المصريين في الفترة الخمسينات والستينات وإحنا طبعا عارفين الماضي المصري وكيفية مشاركة الجانب الروسي في بناء السد العالي وبناء الجيش المصري ثم العديد من المصانع المصرية زي مصنع الحلوان كمان شاركت في فترة الرئيس أنور السداد في مجمع الألماني وكان فيه برضو شراكة مصرية امتدت مع الرئيس حسني مبارك بعد سقوط لتحاد السوفيتي سنة 91 انتدت الشراكة في عهد حسني مبارك وتنامت في هذه الفترة خاصة في سنة 97 كانت فيه حوالي 97 أو أكثر من 97 شركة روسية في علاقات طيبة من البلد العلاقات قديمة وعلاقات أزالية داخلين فيه أكثر من 75 سنة لكن الشراكة الروسية الآن مع مصر هي دولة تعتبر شريك استراتيجي مع الجانب المصري هذا بدوره لا يغني عن الشراكة المصرية الأمريكية وروسيا ليست بدلة عن أمريكا ولكن مصر لها دور مع كافة الدول أنا قلت قبل كده أن مصر دائما بتلقى إلى الدول اللي هي بيبعى لها نظرة على مصر بتستطيع أن هي تستثمر في الجانب المصري هناك عدة ملفات في الزيارة الأخيرة للرئيس المصري إلى روسيا حوالي أربع محاور تحدث عنهم الرئيس هذه المحاور محاور خارجية عن العلاقات الخارجية ثم محاورين عن العلاقات المصرية الروسية أو العلاقات السنائية من بين هذه التي تأتي في مقدمتها هي الأزمة السعودية ثم الأزمة السورية بشق كبير جدا وكيفية أن مواصلة مصر الدخول إلى الأزمة السورية وموافقة بعض الفصائل السورية على الدخول في مفاوضات لنقطة وكانت نقطة مهمة جدا وأنا قلت قبل كده أن الأزمة السورية سوف تنتهي عند مصر الأزمة الليبية سوف تنتهي عند مصر الأزمة الليبية اليمنية سوف تنتهي عند مصر لأن مصر ترى أن هي الأم التي يجب عليها أن تحتضن كل الدول العربية هذه الشراكة المصرية الروسية كشفت عن ترحيب الجانب الروسي بتضافر الجهود بين مصر وبين مصر برضو الهجرة الغير شرعية الإرهاب الجانب الفلسطيني وده بيهم مصر دايما حدوث استقرار في الجانب الفلسطيني ثم الأزمة الليبية ومصر زي ما قلت أن هناك العديد بعض الدول تعتبر عمق استراتيجي لمصر زي مثلا ليبيا وزي السودان وما إلى ذلك استقرار سوريا استقرار لمصر واستقرار كافة الدول العربية تعتبر استقرار لمصر لأن مصر هي تحملة العبء الأكبر لإخوانها العرب يعني أستاذ أكرم هي زيارة فيها العديد من المباحثات في مختلف القضايا طبعا ذات الاهتمام المشترك ما بين البلدين ولكن حب أتكلم أكتر إزاي مصلحة متبادلة ما بين مصر وروسيا هناك شراكة يعني ده الجانب المصري ركز على نقطتين هاملتين أولا عودة السياحة الروسية بعد حدث سقوط الطائرة المصرية وتداعياتها وتوقف السياحة حتى النهاردة كان في غرفة السياحة في البحر الأحمر كانوا عملوا اجتماع لأنهم تعرضوا للعديد من الخسائر كده للفترة الماضية بلغت حوالي 30 مليون دولار تحدثوا بعد كده الجزء الثاني والجزء المهم الشراكة الاقتصادية خاصة أن روسيا تريد الاستثمار في منطقة قناة السويس مصر تريد شراء 1300 عربية لتحديث القطارات السكة الهديدة في مصر إلى جانب أن روسيا تعتبر شريك استراتيجي أولا في الجزء النووي زي المفاعل الضبعة طبعا لأن ده بمشاركة روسية الجزء الثاني الجزء الصناعي والمشروعات الطاقة المصرية دي تعتبر ومشروعات الطاقة الشمسية تعتبر الجزء الروسي شريك استراتيجي فيها داخل مصر تمام أستاذ أكرم خلينا نروح مع بعض للصفحة الحامسة برضو بنقرأ منشط آخر هنا نصلي مع انطلاق مؤتمر ساند كاترين للسلام العالمي سفير مصر بجنوب إفريقيا بيلتقي مشاركين في الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم طبعا هذا المؤتمر بيؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان عايزة أعرف تعليق حطيتك على هذا الخبر طبعا تحدثنا على هذا المنتدى أهلا بشارك الشيخ مدينة السلام المدينة الرائعة كان فيه تصريح ليه خالد أو اللوة خالد فودا كان محافظة جنوب السيناء قالوا أنتوا ستروا محافظة جنوب السيناء من أجمل المدن في العالم بيئية هذه المدينة التي تضم العديد من المساجد وتضم بعض الكنائس وعندنا ساند كاترين يعتبر تاني مهد للزيارات المسيحية في العالم بعد الفاتيكان الزيارات المتكررة دي بتفتح أفاق استثمارات تفتح أفاق السياحة تفتح أفاق العودة لسياح الروس وسياح من ألمانيا وسياح من جنوب أفتك مختلف البلاد ومختلف البلاد لأن جرم الشيخ حاليا مدينة مهيئة لاستقبال الوفود السياحية برضو في حوالي عشر وزراء راحوا هناك لحضور هذا المنتدى برضو بكرة ستقرع الجمعة إن شاء الله ستقرع الأجراز مع عزان المسجد يلتحموا عند صلاة الجمعة ثم يعقبها أصعود إلى جبل موسى جبل موسى فيه كنيسة على فكرة قديمة هناك كنيسة رائعة وفيه مسجد هناك في القمة أنا طلعتها قبل كده قمة والجبال هناك غائعة في شرم الشيخ شرم الشيخ دي يعني قطعة من الجنة على أرض مصر دائما المدن المصرية كل بلد أو كل محافظة لها نيزة سياحية أتمنى أن نحن نتصدر العالم في السياحة لأنني أنا عندي مدينة من أجمل المدن على مستوى العالم بالتالي هو اختيار مناسب جدا لانطلاق المؤتمر من هناك هذا الوقت يعتبر فاصل ما بين الصيف وبين الشتاء وبالتالي ده بيعتبر متعة السائح الأجنابي أنه هو يرى المتعة الحقيقية لهذه البقعة المباركة ثم ثقوط أمطار مبارك كانت سخرة أمطار خفيفة جدا على مدينة سانتي كاترين فالسبشر الأهالي هناك وبدأ البعض منهم يعملوا خزانات وبدأت برضو وزارة الغي تعمل سدود معينة هناك لخدمة الأهالي مدينة شرم الشيخ وعموما جنوب سيناء تعتبر من المحافظات الرائعة اللي هو زي ما قال اللي هو خارج فودة سوف تصل إلى العالمية خلال الأيام المقبلة إن شاء الله كله بيتفق مع حدثتك أكيد خلينا نروح مع بعض من الصفحة رقم 5 للصفحة الأولى من جريدة المصري اليوم وبنقرأ معا صندوق النقد بياس القاهرة لمراجعة برنامج الإصلاح البرلمان بيطالب الحكومة بتفاصيل قرض البنك الدولي والشريف بيمكن أن نرفضه وطبعا هذه هي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري للحصول على الشريحة الخامسة عايزة أعرف تعقيب حضرتك على هذا الخبر وعلى وصول عدد من الخبراء والمسؤولين بالصندوق البنك الدولي طبعا بيدينا هذه الشرائح وفي نفس الوقت بيراقب عملية الإصلاح الاقتصادي هو زار مصر أكتر من مرة وزار عدة محافظات وخلال الزيارة الأخيرة هو داني 8 مليار وفاضل القرض كله 12 مليار هو فاضل الشريحتين 2 مليار في 2 مليار فهو بيأتي وبيشوف الإصلاحات المصرية بدأت فيه وانتهت فيه في خلال الرابع الثاني وشاف معدل النمو الاقتصادي المصري شاف المشروعات المصرية مشت زي فبالتالي يعني الإصلاحات الاقتصادية بصراحة يعني لاقت ترحيبا كثيرا حتى هنا كان فيه زيارة أفتكر لصحة ناصر لاندونيسيا وكان فيه عضو من البنك الدولي وتحدث أو أشهد بالتجربة المصرية دائما التجربة المصرية الاقتصادية رغم ما عينيناها كثيرا خلال الفترة الماضية ولكن كانت مرحلة لابد يعني من المرور بها في الاقتصاد المصري شر لابد منه طبعا طبعا أنا خلال الفترة الماضية أو خلال الحكومات السابقة أنا كنت بدي مسكينة لا هذه الحكومة جادة في عملية الإصلاح الاقتصادي هما الموسل عن صدوق النقد هيتواصل برضو أو هيأقد عدة لقاءات مع وزير الاستثمار ومع وزير المالية مع عدة وزراء مع محافظة البنك ومع وزير الصناعة والتجارة مع وزير التخطيط عشان يشوف كل وزارة ماذا أحدثت من خلال الخطط التي بنت عليها القرد يعني البرنامج لإصلاح الاقتصادي من 2015 طبعا طبعا وشايفين مدى انتظام مصر حتى في شدات هذا القرد القرد الجديد اللي هي تحدثت عنه الدكتور صاحب الناصر وده تحت الدراسة يعني هو مش مرفوض وفي نفسه هي تحدثت عن هذا القرد ان البنك الدولي وافق على انه هو عندما رأى ان مصر منتزمة تماما في عملية الاصلاح الاقتصادي وبتسير بخطة منتزمة وخطة حسيسة في عملية الاصلاح في كافة الجوانب سواء المشروعات الكبرى او المشروعات الصغيرة او على المشتوى القطاع الصحة او قطاع البناء والتشهيد او قطاع التعليم او القطاع الخدمي فوافق على منع قرد اخر بقيمة 3 مليار طبعا ايه قدمته المقترأ او الدكتورة الصحة الناصر تقدمت به ولكن هناك اللجنة الاختصية ومجلس الشعب قالت احنا هندرس هذا القرد ونشوف مدى الجدوى منه خاصة ان الفوائد وصلت حوالي 541 مليار من القرد الماضي تمام استاذ اكرم خلينا ننتقل مع بعض الى الصفحة رقم 3 من جريدة المصر اليوم وبنقرأ اتفاق مصري اوروبي لتوفير فرص العمل ومكافحة الهجرة وزيرة الاستثمار بتقول ان تكلفها 135 مليون يورو بتشمل دعم اقامة مشروعات في 15 محافظة هو طبعا الاتحاد الاوروبي او البنك الدولي او اي جهة مانحة لا توطيك لله كده لازم تبقى مصلحة متبادلة ما بين الطرفين طبعا هي بيهم الاتحاد الاوروبي في ايقاف الهجرة غير شرعية لان تدفقات كانت كبيرة جدا سواء من افريقيا وجزء من ليبيا وجزء من المصر وجزء من الدول العربية فهي تريد ايقاف الهجرة غير الشرعية عن طريق منح القروض للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة احنا تحدثنا عن ان مصر محتاجة الى قروض صغيرة الى مشروعات صغيرة لان الدول الاسيوية ماليجيا بدأت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعد كده انا هتحدث عن تجربتين في منطقة يعني صغيرتين التجربة الاولى في جنوب سينة اللي صنع البدرة الغطس لريم اشرف اتنين من الشباب الصغيرين بددة غطس عالمية بتضاهي البدل العالمية ده مشروع وبدأوه شابين صغيرين واحد من مفير واحد من اسيوط فهذا المشروع محتاج الى نظرة من الدولة عشان خاطر تتبنى في جزء المشروعات دعم هذه المشروعات في قناة زميدنا محمود سويقي دعم صحفين الشاطرين في الاهرام عمل رحلة لقرية اسمها قوم الضبع في نقادة في قناة هم بيعملوا اللي هم الحصير وبيستخدموا منتجات من المقرمشات في تزيينه وبعدين بيتباع طبعا للاجانب او بيتباع القرص السياحية بسعر مرتفع طبعا هذه المشروعات الصغيرة هي اللي تعتبر قاطرة صوفة يعني تستطيع خلال الفترة القادمة ان هي تزيين منه الاقتصاد في كل قرية عندي انا في كل قرية لو حولت هذه القرى الى قرى منطقة سواء في قناة او في اصيود او في سهاج او في الوادي الجديد مصانع الطمور وما الى جهلك وجريد النخل حارف اعمل التحول الاقتصادي لانا عزا في الفترة القادمة بس الدولة تقف معهم من خلال القرود القرد اللي عندنا 135 يعني التسهيل ودعم هذه المشروعات طيب اسمح لي بس عشان الوقت ننتقل الى الصفحة الرقم 4 من المصري اليوم وبنقرأ معنا ان البرلمان بيناقش الضرائب العقارية ومخالفات البناء الاستماع لوزيري الصحة والهجرة والتشريعية بتناقش قرد كويتي واتفاق المنطقة الصناعية الروسية بسويس يعني المانشات فيه كذا حاجة هتكلم الاول عن البرلمان ومنقشة الضرائب العقارية ومخالفات البناء احنا الضرائب العقارية كانت بيتم الشرع المصري لان كان فيه بلبلة بخلال الفترة للفاتت كل وعد عنده بيت او عنده شقة طبعا بيقول هي عليها ضرائب لا مش عليها ضرائب هي للضرائب بالنسبة للسكن ولكن الشقة اللي هي اصلا انا عندي شقة بسقاحة او عندي ارض انا بسقاحة لا دي مفروض عليها ضرائب وما لا زال وده اتجاه الدولة ان هي تفتح لفتح الشوق المغلقة عشان انا مبقاش عندي فيه ازمة في الاسكان برضو عندي بينظروا الى القانون بتاع الاجارات هيتم مناقشته خلال فترة الفاتت خلال فترة المقبلة هو كان تناقش فترة الفاتت وهم مستمرين في المناقشة بتاعته في عدة مناقشات في الخارجية وفي الصحة عن المرحلة المقبلة في اللجنة الدستورية وانشاء منطقة صناعية في قناة السويس لروسيا برضو الصين داخل فيها داخل فيها برضو صندوق الكويتي بمشروعات اخرى القرد الكويتي اللي موجود هنا برضو في الموجودة القرد الكويتي داخل فيها على سن مصرف اللي موجود في بحر البقر وده بحوالي قيمة وحوالي 60 دينار 60 مليون دينار كويتي برضو في تحاد الصناعات برضو لجنة تحاد الصناعات برضو حد عقد اجتماع في انشاء نقابة الاعلانين هم فيه كذا ولكن دي نشاط اللي جان في داخل مجلس شعب لمناقشة القضايا الهامة والحساسة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسيها القضايا الاسكان والقضايا الاخرى تمام استاذ اكرم خلينا ننتقل مع بعض مرة اخرى لصفحة الثالثة واخر منشط معانا بنطلع جهود القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء بنقرأ معا القوات المسلحة بتفتح اربع مدارس بشمال سيناء تمن فصول بكل مدرسة مزودة بالانشطة التعليمية والخدمية واستراحة مجهزة للمقتربين طبعا التنمية في شمال سيناء مهمة جدا احنا ما نعرفش اللي بيحصل وراء السطار ولكن مكافحة الارهاب شغالة على قدم وصاق ناج لكن في توازن ما بين التنمية ومكافحة الارهاب طبعا لشيء ان الدولة رصلت حوالي 100 مليار لتعبير سيناء حاليا سيناء تقبل مستقرة تماما بعد القضاء او شبه القضاء على الارهاب اصبح برضو في تعويضات بالنسبة للأهالي اصبح الرجل الشارع هناك بيمشي في امان فبالتالي افتتحت المدارس اللي هي كانت توقفة العام الماضي والجامعات او تأجلت العام الماضي هناك العديد من المدارس تم افتتاحها القوات المسلحة لا تألو جهدا في مساعدة السكان وإهالي هذه المنطقة تحت شعار يد تبني ويد تحمل السلاح افتتحت حوالي اربع متارس منها مدرسة الشهيد العميد محمد الكفراوي الله يرحمكم ورقيب احمد عبد الحكيم ومدرسة الشهيد نقيب وريد عاطف ومحمود طلعت في عدة اماكن في شمال سيناء وفي ابعد نقطة هي منطقة نخل وده منطقة منطقة بعيدة ولكن كانت في مجموعة من الزيارات حتى لوكيدة وزارة التربية والتعليم وزارة هذه المدارس وبالاشتراك مع بعض المستشمرين ومع الجهات المدنية الى جانب مشاركة جامعة القاهرة طبعا القوات المسلحة لا تتأخر عن الجانب الانساني او الجانب التعليمي او الجانب الصحي في شمال سيناء او في اي بقعة من مصر الله يرحم كل شهدائنا ربنا يكون في عون الجيش والشرطة بصراحة لان الوضع هناك بيبقى صعب اوي مكافحة الارهاب احنا فعلا قاعدين هنا مش ملمين اوي بكل اللي بيحصل هناك ولكن ربنا يكون فعلا مصر بتخوت حربا للعالم كله لمكافحة الارهاب نيابة العالم كله لمكافحة الارهاب والتجربة المصرية في سيناء هي تجربة مشرفة الارهاب الدخلي من اصعب نعم لانه هو غير واضح والمؤتمر بتاع الافتاء تحدث برضو عن هذا عن الفوتية وما الى ذلك وطلع مقترحات جميلة جدا جدا النهاردة عن الافتاء وجهابية الافتاء اللي هما سواء من طلبان او من داعش وان هذه القضايا حتى قضايا سياسية وحوالي 25% منها قضايا اجتماعية اذن هما لايمتوا للدين بشيء ودية المقصود دي هما ان هما بيفردوا افكارهم الغير مسؤولة شكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بجريدة المصر اليوم شرف تنافد وشاهدين ومتابعين الكرام بكده وصلنا لانهاية حلقة ناردة من صحافة الغد بشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة